مرحبا بكم في القناة متابعي قناة تدبير ان شاء الله تكونوا بخير بصحة جيدة اليوم بجيتكم بوصفة حلوة الطابع اللي لم تخطينا شمدار هاد القاطو ساهل ماهل و البناء كما العادة عسل هاد الوصفة تقدروا تديروها مشروع رح يمطلوبها بكثرة رح نديرها بوحدة طريقة يجيكم الطريق و طالع و كما رحكم تشوفوا رحبا اسفنجي والدو قطعوا بكثرة نروحوا نشوفوا الوصفة نبدأوا بسم الله عندي هنا كيلة على البيض هاد الكيلة الدات اللي تمان حبتها على البيض كيلة السكر و كيلة الزيت هاد الزيت هاد نديرو من بعد عندي هنا مغير فمت وسطعت على فاني هنا رح نخلط بالباتور حتى يدو بالسكر و يتغير اللون الخالط من بعد رح نضيف الزيت الزيت هاد نديرها تدريجيا و رح نضيف مبشور ليمون حبة كاملة و رح يزيد البنة الحلوة الدانا هنا رح نضيف زوج مغرف كبار تاحلي بودرة و هاد رح يعطيها لون شباب الحلوة الدانا و رح نضيف زوج مغرف كبار مايزينا مايزينا رح ندير لها شاشة للحلوة الدانا من بعدها رح ندير فارينة على التلت دفوعات هنا رح نضيف خميرة كيميائية هنا درت أربح صاشيات بما انه درت 8 حبات بيت و كل زوج حبات رح نضيف لها صاشي خميرة كيميائية لملعجينة و نضيف الفارينة تدريجيا لعجينة التالية من طريوهاش و من يبسوهاش نحطها فوق الصاشي و نديرها شوية زيت و نخليها ترتاح مدة 4 ساعة هنا رح نطبحها بطوابع اللي عندي و نحطها في سنيوة و نزينها من فوق هنا درت صفار بيضة مغرفة صغيرة كاكاو و شوية لاباني نطلق كامل سطح الحلوة و ندردر عليها شوية سكر و نرشق خفيفة جلجلات و ندخل الحلوة و نطيبها على 180 درجة و ندردت طابع و درت وريقات و نكمل كامل العجينة بنفس طريقة هذا الحلوة رح نطلبها بكثرة لحبة دير مشروع رح يكون مشروع مربح ما يكلفش بزاف الحلوة تاعنا رحي جاهزة رح نحطها في سنيوة ستفتها كامل ساير داير كما شدتو هنا ثمان حبات بيت أعطت لي كمية زاكية ستفتها كامل في سنيوة و درت لها يبتد فيديو و هاتي هي نتيجة جل منضر تحلى شباب و بزاف بنيها ننصحكم تجربوها بهذه الطريقة هات الحلوية تازمين ما يخطونش مدار و زيت قد ما يقعدوا مدة طويلة قد ما يطراب ما فيهم شراك خام ما فيهم ش حاجة اللي تفسد فانك بتخافيش عليهم تحطيهم كامل في البواتون بلاستيك ولا في البوات ميتاليك تغلق عليهم و تتجبتي منهم لحقنا لنهاية الفيديو تاعنا هاليوم و ان شاء الله تكون عجبتكم التدبيره لا تبخلوش علينا بلايك و اشترك في القناة حفزوني بتعليقاتكم باش نزيد الواصف مولقات الخير في وصفات وحد اخرى سلام اشترك في القناة